قال صلى الله عليه وآله وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان طبعا واضح أو أن نحن نتكلم النهاردة عن هذا الحديث بعد ظهور نتيجة السنوية العامة وفي عدد من الطلاب والأباء بيكونوا مشردين عن مجموعهم وعلشان كده حبيت إن احنا نعيش مع بعض هذه الوصية النبوية اللي بتطيب القلوب وتفتح ببنا على حضرة المحبوب عن طريق صلى الله عليه وسلم قوة القلوب صلى الله عليه وسلم تعالى أقول لكم حاجة مهمة أول الحديث ده في مجموعة من الأشياء أول حاجة الحرص تاني حاجة الاستعانة تالت حاجة وإحنا بنتكلم عن الحديث تعالوا نتأمل بس كل جزء من أجزاء الحديث تعالوا نبص للحديث من الأول خارص احرص على ما ينفعه طيب واستعن بالله ولا تعجز طيب طيب وإذا حصل إن أنا أصبني شيء فإلا حصل فلا أقول لو كان كذا وكذا ولكن أقول قدر الله ما شاء أفعل يبقى عندي تلات حاجات حرص واستعانة وإلا حصل وتسليم حرص واستعانة وتسليم عارفين دا دا بسميه إيه مسلس طيب القلوب دا اسمه مسلس إيه طيب القلوب اللي هو إيه مسلس طيب القلوب دا أول حاجة إن أنا أبقى حريص وبعد كده أستعين بالله طيب وبعد كده إلا حاصل أسلم تخيل كده لما أنت تكون حريص يعني إلا حاصل إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله أبقى إيه يعني إيه حريص احرص على ما ينفعك احرص على إيه ما ينفعك إن أنت تبقى حريص إن أنت تعمل النافع دايما لا تترك أي شيء في نفع يعني أخونا ابننا وحبيبنا وأولياء الأمور لما ابننا اجتهد وحرص على ما ينفعه واكتهد وذاكر يبقى أول حاجة إيه اكتهد وذاكر فلما اكتهد وذاكر إلا حاصل كان حريصا على ما ينفعه يعني لم يقصر ولم ينم ولم يقع في الحديث الآخر حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل إلى من بعد الموت والغافل من إيه؟ من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان ده ما نمش ما نمش وتمنى إنه هو ينجح لا ده حرص على ما ينفعه يبقى وحرص على ما ينفعه وعنقول على فكرة الشخص اللي ما كانش حريص على ما ينفعه يعمل إيه؟ عنقول برضو لأن الحديث احرص على ما ينفعه طب واللي ما كانش حريص على ما ينفعه عنقول بقى برضو ويعمل إيه؟ يبقى احرص على ما ينفعك يبقى دي أول حاجة وده يخلينا النظم نفهم يعني إيه حرص شوف حتى في طلب العلم سيدنا الإمام الشافعي يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة سأم بيك عن تأويلها ببياني زكاء وحرص واستبار وبلغت ورشاد وأستاذ وطول زمان يبقى إيه اللي حاصل يبقى الحرص الحرص هو إيه الحرص هو الاهتمام بما يدخل على الإنسان النفع والخير احرص على ما ينفعك ينفعك يعني إيه يجلب لك الخير ويدفع عنك الضر والشر ويجعل حياتك ماذا يسيرة هو ده هو ده اللي ينفعنا يبقى اللي بينفعني يعني إيه فيه خير وبيدفع الشر ويوسر حياتي ويجعل حياتي فيها حسن إما باستعادة بقى أو بالراحة أو براحة البال وعدم الهم يبقى يحرص يعني إيه كن مهتما مهتما يعني إيه كن مهتما اهتماما بالغا يعني إيه الهتمام بالغ يعني أن تهتم اهتمام الرجل الحريص اللي هو إيه اهتمام الرجل الحريص أن ألا تكتفي فقط بأن تفرغ نفسك وتفعل ولكن أن تفهل وتستخرج المهارات التي تجعلك تحقق هذا النفع إيه ده؟ يعني الحرص؟ إيه؟ الحرص هو اهتمام يدفع الإنسان على أن يخرج مهارات يتحقق بها النفع إيه ده؟ يعني مش بس إن أنا مهتم يعني إيه؟ يعني أنا عارف وعارف التوقيت لا ده أنا مش بس بأعمل كمان إن أنا حقق النفع ده؟ لا هي دي هناية الرجل الحريص أنا مهتم وعندي هناية الرجل الحريص إن أنا بدور في نفسي على إيه المهارة وإيه الشيء اللي أنا لو عملته أوصل للنفع بهذا المعنى الثلاثي اللي هو الخير ودفع الضر وفي نفس الوقت اليسر والجمال